اشتركوا في القناة 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 الاوروبية الغربية كيف بلشوا يشتغلوا عهادم العائلة بترويج افكار كمساكنة كقلة الزواج عدم الانجاب شو صار بالمجتمع اليوم اضطروا يجيبوا اشخاص يسببوا لهم تهجير من بلدينهم يجوا يعدوا عندهم يعوضولون عن كتير اشياء بس مجتمعهم انهار مجتمعات منهارة لما صار فيه تبرير او ما بيهتموا انه فيه باي وام شو صار كنتيجة وهيدي ما بينت بسنة وسنتين بينت بعد جيلين ثلاثة انه يعني الولاد يلي سمرت هالنوعية العلاقات يعني ما فيه زواج ما فيه مساكنة او حتى بدون مساكنة تقدر اي بنت يكون عندها جنين ببطنة لا من زواج ولا من مساكنة وبشكل عابر لما هذا شي بطل يكون ازمة اخلاقية او ازمة انسانية هالولاد يلي اجوا شو طلعوا نقص يلي عيشوا لانه ما عندهم باي وما عندهم ام راحوا يفتشوا عليه بكل حدا يعني الصبي بتفتش علي نقصها من امه لانه امه مش فض يطلع او لانه عندها شخصتانة غير باية يلي خلفها وهيك بصير فيه هيدا النقص عيشوا فيه انه مفكرين حالهم كانوا انه هيد الحرية يلي فينا نعمل اللي بدنا ايه وما في قوانين وخاصة حرب ضد الكنيسة لان الكنيسة بتقول والانجيل وكلمة الله والكتاب المؤدس بيحكوا عن الانسان ذكرا وانسا مع انه حكينا هالفكرة قبل بس عم برجع بشدد عليها بس تنعمل قراءة للنتايج وشو بيصير بيطلعوا هالولاد معطبين لانه الصبي ما اخد من بيه او البنت ما اخدت من امه وراحوا يفتشوا على اللي ما اخده البنت اللي ما اخدته من امه راح تفتش عليه عن مرة تانية وصار في شي اسمه زواج من جنس واحد ممكن على صعيد الشباب ممكن على صعيد البنات وهكي هالمجتمع عم بينصف حاله عم بيفجر حاله من جوه وهكي المشروع بيشبه هذا المشروع هو بيفجر حاله وبيقضي ع حاله بذات الفعل اليوم نسمع احتجاجات بمجتمعاتنا المحافظة مجتمعاتنا اللي بعدها بتركز على قيمة الانسان وقيمة العائلة وقيمة الأبو وقيمة الأمومة بينشغل بالنا وانه شو بنا نعمل انا برأيي نسبة نحن بقيامنا وهني رح يفجروا حالهم هني هالمجتمعات واصحاب هالمشروع رح هني يفجروا حالهم بنفس الوقت وقلنا اول علامة للتفجير هو الانحراف بالميول الجنسية وتاني شي يعني توقف النسل توقف الانجاب يعني المجتمعات عم تضمحل والمجتمعات عم تتغير معالمها وعم بيضطروا يستقبلوا ناس من غير سقافي ومن غير فكر ومن غير من غير توجهات وبيبلش الصراع يعني مش بس هني هالمجتمعات المجتمعات والقائمين عليها قرروا يعملوا هايك قرروا يعملوا هايك وقرروا انهم يلغوا حالهم قرروا انهم يفجروا حالهم من جوا بدون ما يجي حدا يفجرهم من برا وعم بستعمل هالكلمة التفجير يعني مش حبيبة كتير بس هيدا الواقع عم نشوف انه في وضع متفجر وكأنه يقزة ما بعرف اذا فيه يقزة لانه اليقزة الحقيقة بتكون انه يرجع الباي باي والام ام والولد ولد ولد ابن الام والباي ضمن زواج وبركة الرب لقلهم وترجع لامور الطبيعية وما نستحي من انه نكون متشبثين متشبثين بقيمنا قيمة العائلة وقيمة الارتباط ووحدة الزواج هاو اذا بلشنا نستحي فيهم يعني نحنا راحين بهذا الاتجاه مجتمعاتنا شرقية بعدها بتفتخر بهالقيم وبتدافعنا ومن هيك بتقدر تصمد قدام الافكار اللي هي سخيفة ومثل ما قلت هي الاملة اللي بتفجر حالها وتقضع حالها نفس الشي بالنسبة للمجتمعات فنحنا اليوم اللي منحتاجه فعلا انه ما نفقد سيئتنا بنفسنا وبقيامنا ونصير مستحليين نعمل متل هاوديك لانه مصيرنا متل مصيرهم مصيرنا انه يصير بطل في ايميل الانسان ويبطل في استقرار نصير معطوبين متل ما هنه صاروا معطوبين وما انهم شايفين انه هنه معطوبين بس عم بيقضوا على حالهم عم بيخلصوا مرة عم نعمل بالتعليم المسيحي بالرعية مع هاك الولاد يمكن حكيتها قبل وبحب ارشع خبرها مرة تانية للعمر ان 11 و 12 سنة ولانه هنالي بيشوفها على تيك توك وعلى السوشيال ميديا بيشوفها الامور بيجروجولها انه صار شغلة طبيعية من خاف انه الولادنا يصدقوا من هيك اخدنا الكتاب المقدس سفر التكوين لما الله خلق انا محوة بتذكر قلتها يعني خبرتكن ايها والولاد تلقائيا انتبهوا انه مع تغير الحقيقة والطبيعة وانه شابين يتزوجوا وبنتين يتزوجوا بعضهم صبيه بتقف تقلي صبيه عمر 11 و 12 سنة بتقلي يعني هاو بكرا بيخلصوا يعني هاو بعش في حدا منهم موجود وعشوا عم بيركدوا عشوا عم بيسعوا شو اللي بدون يلقوا بالوقت يا لهالبنت عم تشوف اما وبيا قداش هن حاضرين لقلهم قداش حاضرين بمسؤوليتهم قدر تتميز فنحن علينا انه ما نخجل كمسيحيين وكبشر ما نخجل من القيم يلي ربينا عليها ونحن سمرت هالقيم يعني ليش بدنا نخجل من من حقيقة هي خلتنا اليوم نقف عجرينا ونعرف نميز الصح من الغلط الباطل من الحق وانه يكون عنا يعني تكون نحن مقياس ايماننا مقياس لقلنا ونحن القيم اللي ربينا عليها ومش بس ربينا على العميان يعني انه مش منتبهين مش قاش عين وتنعين فيها لانه عم نشوف نوعية حياتنا ونوعية علاقاتنا ونوعية السلام يلي فينا وقداش نحن مسميرين ومنتجين ومش راحين على الهلاك الهلاك مش بس الهلاك الروح يعني الهلاك الاجتماعي يعني انه هيدا الخلل يلي ضارب المجتمعات يلي متل ما كنا عم نقولها متل المعمر حيات ونقصوا كل الاشياء وهيك بدوا يعمل الحيات وهيك هاو الحضارات مش حضارة الحضارة كلمة إيجابية هالنمط من التفكير ومن الحياة هو مشروع من الأساس مفجر حاله مفجر حاله ما بقى بدي عيد الفكرة بس نحن خلالنا نتطمن نظلنا متطمنين ما نخاف انه هني شو بدون يعملوا فينا نعرف نحن ايضا صوتنا عالي ونظلنا نحاضرين وموجودين وما نترك يلي أصحاب المشاريع الهداني انه هني يكونوا بالواجهة نحن منكون بالواجهة ومنشهد ومنقول انه هايك بتكون الحياة هاك بيكون الرجل هاك بتكون المرأة هاك بيكون الولد هاك بتكون الشاب وهاك بيكون الصبية وخلصنا ولوحدهم هني رح عم بيقضوا عحالهم بس منصلي انه نيتوبوا يرجعوا يعرفوا يرجعوا يرقدوا ورا الحقيقة يرجعوا يفتشوا على الحقيقة يرجعوا يهتدوا يرجعوا بشر ويعينا عحالهم هني مين اشتركوا في القناة